لم يغفل هادم اللذات عن بث الحزن في بال العراقي فانت اليوم تودع رمزا عراقيا كان وزيرا للصحة في الثمانينيات ليرحل مثل ما رحل كثيرون يترك خبر اعلان وفاة الدكتور صادق حميد علوش اثرا قاسيا على النفس لكنه يعيد للاذهان ذكرى حافلة بالانجازات التي تحققت في عهده وعلى يده بقطاع صحي كان العراق يسجل فيه اكبر نهضة صحية في الشرق الاوسط والعالم الطبيب علوش عسكري ووزير سابق شغل مناصب مهمة في القطاع الصحي منها مدير مستشفى مدينة الطب في بغداد للفترة بين عامي 75 و 79 كما شغل منصب نقيب الاطباء العراقيين وامين عام اتحاد الاطباء العرب ومناصب عدة جعلت منه ايقونة عراقية شيدت عشرات المستشفيات في زمنه الذي يذكره العراقيون بفخر غير انهم يتحصرون على الزمن الجميل الذي كان فيه العراق الرقم الصعب في المعمورة ولد طبيب علوش عام 1933 وتوفي في التاسع عشر من كنون الثاني العام 2021 درس الطب في المملكة المتحدة عمل طبيبا في بغداد منذ عام 63 كان العقل المدبر للخطط التنموية الهائلة والاجهزة المتطورة بتعقد مع شركات عالمية الى ان اوصل العراق لنموذج يشار اليه بالبنان في تنميته الصحية التي سبقت دولا من اوروبا ما لتمحوه الايام من دلائل وحقائق يرحل علوش طبيبا يفخر به القاص والداني غير ان الرحيل قافية مؤلمة لا يردد العراقي معها سوى الامل بجيل يعيد زمن التغيير من عهد الاجداد الى عهد الاحفاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر